الهدرة هارب وطلب هارب من كل معصية وطلب لكل أحسان وبر نحن نهاجر إلى الله والهجرة إلى الله شأنها عظيم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الهجرة شأنها عظيم قدرها جليل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم قال الله تعالى فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب روى الإمام أحمد في صحيحه لبيان أن الهجرة ليست فقط الانتقال من بلد إلى بلد من بلد يعصى فيها الله إلى بلد يطاع فيها الله من بلد يستطيع المرء أن يقيم فيها شعائر الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله من بلد لا يستطيع المرء أن يقيم فيها شعائر الله ولا سنة رسول الله إلى بلد يستطيع أن يقيم فيها شرع الله وشرائعه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى الإمام أحمد في مسنده والحديث أعلق عليه الشيخ أحمد شاكر بأنه صحيح الإسنان وعلق عليه شعيب الأرنؤون بأنه حسن صحيح وعلق عليه العلامة الألباني بأنه حسن من حديث معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمر بن العاص قال والحديث مرفوع أو موقوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الهجرة خصلتان إحداهما هجرة السيئات والأخرى الهجرة إلى الله ورسوله إن الهجرة خصلتان إحداهما هجرة السيئات اسمع اسمعي نحن نحتفل بالهجرة ونفرح بمجيئها ومرور عام هجري لكن كيف يحتفل المسلم العاقل الصادق بالهجرة يحتفل بإصلاح النية وعزم القلب على فعل ما يرضي الرب سبحانه وتعالى إن الهجرة خصلتان إحداهما هجرة السيئات والأخرى الهجرة إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل لا تنقطع الهجرة لما قال ناس أن الهجرة قد انقطعت لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة وإنما يقصد النبي لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد فتح مكة لأن مكة أصبحت دار إسلام فلا داعي للهجرة إنما كانت الهجرة واجبة قبل فتح مكة ليهاجر أصحاب النبي ويهاجر المسلمون من بلاد لا يقيمون فيها شعائر الله إلى مدينة رسول الله حيث يأمهم ويعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ناس إن قطعت الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة ولا تزال التوبة مقبولة ولا تزال التوبة مقبولة ما لم تطلع الشمس من المغرب أو من مغربها فإذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه وكفي الناس العمل هيا نهاجر نهاجر من الجهل إلى العلم نهاجر من الكسل إلى الجد نهاجر من القعود عن العمل إلى العمل العمل لصلاح النفس العمل لصلاح الولد والآل العمل لصلاح البلد العمل لصلاح الناس العمل لعمارة الأرض العمل لتغيير المنكر العمل لرفعة الدين العمل لسعادة الدنيا وفلاح الآخرة كل هذا مطلوب كل واحد مطلوب منه أن يهاجر إلى الله بل كما قال ابن القيم والهجرة إلى الله في كل نفس نهاجر إلى الله عز وجل لأنه يقول وَاللَّيْلُ فَاعْلًا وَالنَّهَارُ كِلَاهُمَا أنفاسُنَا فِيهَا تُعَدُّ وَتُحْسَبُوا وَاللَّيْلُ فَاعْلًا وَالنَّهَارُ كِلَاهُمَا أنفاسُنَا فِيهَا تُعَدُّ وَتُحْسَبُوا فنهاجر إلى الله في كل نفس ونعقد العزم بالهجرة ومن هجرتنا إلى الله أن نعرف دين الله وأن نتعلم سنة رسول الله ترجمة نانسي قنقر